اريد ان اقوم بفاليديشن لانشاء حساب. فنفس الموضوع الذي قمنا به بطبعا نحن الان بحيلبرز. فنفس الموضوع الخاص بفاليديت لوجان. فنفسه. ساقوم بنسخة هكذا. مثل ما هو. واقوم بلطقه هنا. ساسميه الان فاليديت ريجيستر. وهنا فاليديت ريجيستر فورم. طبعا الريجيستر فورم اه يختلف بمدخلاته. ففيه ايميل. جيد ايميل وباسفورد. اضعا فيه يوزر نيل. اضعا هذه هي حقول اه بالنسبة للريجيستر فورم. لدينا ارورز. وهذه الارورز نفس نفس الموضوع. سنتأكد ان الايميل اه سنكتب هنا ايميل وهنا سنضيف ارورز للايميل لان هكذا اسم الحقل. بالنسبة للباسفورد نفس الشيء سنتأكد انها موجودة. بالنسبة للايميل سنتأكد انه هنا لدينا ايميل وهنا لدينا ايميل. وهنا بالنسبة للباسفورد نفس الشيء سنتأكد نفس الموضوع. اه لكن بقي حقل اليوزر نيم. يوزر نيم حقله ايضا. وبالتالي اه هنا ساكتب هنا ان وهنا الفورم دايتا سنكتب يوزر نيم. وهنا عفون. يوزر نيم. لماذا هكذا? يوزر نيم. وايضا هنا يوزر نيم فيلد ريكويرد. الان ساجلب هذه المسج. في الاعلى سنجلب هذا هذا الموضوع ان يوزر نيم فيلد ريكويرد. هذه المسج. هذا اللي نعد. وفقط اعتقد هذا هو. هذا هو. اللي يوجد شيء اخر نريد ان نتحدث به. يمكن ايضا ان نتأكد ان اليوزر نيم له طول معين. عدد محارف معين يعني. اه فنفس الشيء. فهذا هنا سنكتب ان ان اليوزر نيم مست بي اه مور دان ثري كاريكتر. وهنا سنكتب ثري. وطبعا هذا الحق الاسمه سيكون يوزر نيم. وهنا سنكتب يوزر نيم. وسنكتب هنا يوزر نيم لانت. لا عارف اذا انا ادخلت هذه المسج في الاعلى. الان سنراها. فاذا هنا يوزر نيم لانت. فاذا لنفتح المسجز اه حتى اه نتأكد من هذا الموضوع. فاذا اه اذا بالنهاية المسجز هل يوجد لدينا يوزر نيم لانت. اعتقد لا. فضعونا اقوم بادخال يوزر نيم لانت. اذا هذه الباسورد لانت. ساقوم بنسخها ولسقها هنا. وسأدخل المسج جديدة لاليوزر نيم لانت. وهنا يجب ان الخطأ سيكون يجب ان يتكون اسم المستخدم من ثلاثة محارف على الاقل. اذا ساغلق هذا الملف الان نعود الى هنا. انا قلت انه يجب ان يتكون من عفوا اين نحن الان? هنا برجستر فورم. انا قلت يجب ان يتكون اذا كان اقل من ثلاثة كالكتر. صحيح. فاذا يجب ان يعطي رسالة خطأ. فاذا هذا هو فقط. الان سنطبق هذا. وتطبيقه سيكون على فساقوم بفتح وبداية سنقوم بجلب من هنا. ونفس الشيء الذي طبقته بالنفس الشيء الذي طبقته باللوغين فورم هذا. فانا اقوم بset errors. وvalid. ساجلبها من اللوغين فورم نفسه. ساضعها هنا. ايضا بالهاندل تشينج هنا. نفسه ساجلبه من الهاندل تشينج اه ساضعه هكذا. سقوم بالنسخ واللسق. نفسه ساضعه هنا. طبعا اه هنا نريد نحن بالاعلى لا نريد اه بالرجستر فورم نريد جلب الرجستر فورم وليس الوغين فورم. وهنا نريد ايضا ان نستخدم وسنعطيه الرجستر ديتا. واذا كان valid سنضيف غير ذلك اه اذا كان valid سنجعل فارغة غير ذلك سنضيفها بهذا الشكل. فاذا ممتاز. اه ايضا بقي ان نجعل البطن هنا. فاذا سنكتب هنا. مساوي اذا لم يكن valid سيكون disabled. اذا الان لاحظوا اصبح الان disabled. وايضا ساريد اضافة اه بالنسبة للشينج او هذا. نريد فقط ان نرسل الباك اند في حالة كان valid. فسنكتب هنا اه valid سنرسل على try and catch. هذة كلها سنضعها بداخل. غير ذلك لا ترسل. واضح? اذا هذا بخصوص هنا. ايضا نريد اضافة اه الاررز. فاذا الاررز بوجودة باللوغين فورم ساقوم بنسخها. كما هي. اذا لدينا هنا هذه الايررز من اللوغين فورم سانسخها للرجستر. وبالنسبة لأدنى الانبوت هنا. هذا الانبوت هو عبارة عن ايميل. فسأكتب اذا كان هناك خاصة بالايميل. فاعرض هذه الانبوت. نفس الشيء سانسخها في الانبوت الاخر الخاص باليوزر نيم. فاذا كان هناك خاصة باليوزر نيم. فاعرض لهذه الانبوت. وايضا هذة سأكررها في حق الباسورد. وساكتب هنا باسورد. فكان ارور بالباسورد. فاعرض لهذه الانبوت. ايضا بالنسبة للمسيج هنا في الاعلى. ساجلبها ايضا من اللوغين فورم. هذه المسيج. وباعلى الفورم بالرجستر فورم هنا. ساعرض المسيج. اذا كان هناك مسيج. فاعرض هذه المسيج. اه فقط. اعتقد هكذا فقط. فاذا ليه نجرب الان? فبكل بساطة اذا كتبت هكذا لاحظوا البريل الالكترون غير صالح. اذا ادخلت كذا يجب ان يتكون اسم المستخدم ثلاث محارف اذا بدأت بكتابة نفس الشيء. فطرع تظهر هذه الاخطاء بشكل اه اه واضح يعني هنا. طبعا مجرد ان اكتب مثلا هنا ثلاثة كاركتر للمستخدم. سيخطف الخطأ. بالنسبة للباسورد ثمانية كاركتر ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اختفى الخطأ. وبالنسبة للبريل الالكتروني مجرد ان اكتب مثلا تست تست دوت كوم. هذا بريل الالكتروني صالح قابله مباشرة. وهون ايمكنني انشاء حساب. جيد. فا اه ممتاز. لكن مثلا لو ادخلت مثلا هنا دعونا اكتب مثلا هنا تست اه تو تست او. وكتبت هنا مثلا كما قلت لكم فراغ 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 فراغ. حسب هذا الفراغ كاسة مستخدم. وساكتب دي وفراغ هنا. وانشاء حساب. فذن الان سكسسولي ريجسترد. واذا ذهبنا الى الباك اند هنا. لاحظوا هذا هو دي ولاحظوا باسمه يوجد فراغات. طبعا نحن نريد مسح هذه الفراغات. مسح هذه الفراغات يكون من فنكشن اسمه سنيتايز. اه ليس فنكشن اسمه سنيتايز بعملية اسمه سيناتايزاشن. الفنكشن الذي سنستخدمه لمسح الفراغات على الجوانب اسمه فاعطيكم فكرة عنه اه هنا اذا فتحت الكونس اللي هنا لدي. مثلا لدينا هنا كونس مثلا اكس فراغ دي مثلا فراغ هكذا. فاكس دوت ترامب جيد تعيد لي دي. مثلا اذا كتبت كونس يساوي اكس دوت ترامب فاذا واي تعيد لي ايضا دي. بدون هذه الفراغات على الجوانب. هذا الفنكشن يستخدم ايضا بالسنيتايز. فبخصوص السنيتايز اه لدينا موضوعين. اول موضوع ان نقوم بمسح الفراغات على الجوانب. طبعا اذا كنا لا نحتاجها وعالاغلب لا نحتاجها. والموضوع الثاني ان نقوم بريبليس. اه يعني مثلا لو قام الشخص مثلا بادخال كونس مثلا اه زد تساوي مثلا هكذا. فنحن نريد ان نمسح هاده هاده مثلا بآ فراغ معين. فهذا الموضوع لن نقوم لن نقوم به بفيديو اليوم او بسنيتايز ايشن اليوم. سنعتمد فقط سنيتايز فكرة انه سنقوم بانشاء هيلبينج فونكشن للسنيتايز اه من بداخل الهيلبرز هنا. بدلا هنا بالهيلبرز سنكتب هنا فونكشن جديد سنسميه سنيتايز انبوت. وهنا سنقوم بانشاء هذا الفونكشن في ذلك اه فونكشن سنيتايز سترينج. سنقوم فقط بسنيتايز سترينج. اه اذا كان لدينا انبوت معين هنا سنكتب اذا كان اه او بداية سنقوم بانشاء سنيتايز انبوت الذي سيكون هو انبوت دوت ريم. كما قلت لكم ان انا فقط سنقوم بتريم الفراغ على الجوانب. وسنقوم بالنهاية بالريترن سنيتايز انبوت. وطبعا هذا اسمها اكسبورت. عفوا. اه لكن اذا لم يكن هذا سترينج. فاذا اذا لم يكن المدخل هو سترينج. فاذا تايب اف انبوت. اه دز نات اه تساوي سترينج. فانا اريد فقط كما هو ولا اريد ان اتعب نفسي بالموضوع. فاذا انتهينا. فاذا انا اقوم بانشاء صغيرة جدا بسيطة جدا عن السنيتايز. طيب اين سنقوم بالسنيتايز? بكل بساطة سنقوم بالسنيتايز عندما يقوم بالنقر على الزر انشاء الحساب يعني هنا. نقوم بالنقر على هذا الزر في هذه الحالة سنقوم بالسنيتايز ونرسل القيم السنيتايز. فاذا لنقوم بذلك. فسنتقل الى فونكشن هاندل سبمت هنا. وفي هذا الفونكشن سنقوم بكل بساطة. اه بداية نريد انجلب سنيتايز انبوت له اسمه هكذا اسمه. فاذا في الاعلى سنقوم بجلب سنيتايز سترينج. وهنا بالهاندل سبمت اه سنكتب سنيتايز سترينج. طبعا على الاغلب نحن وصلنا لنقطة يعني قمنا بالسبمت. فعلى الاغلب سيكون القيم فالد. لكن مع ذلك سنعيد التكرار هذا الموضوع. فسنقوم بالسنيتايز للفاليوز وفاليديد اجين مرة ثانية عند السبمت. فسنيتايز ستكون هي طبعا انا بالرجستر فالرجستر فيه ايميل وفيه يوزر نيم صح صحيح. وفي ايضا اه فاسورد. الان الايميل اريد له اذا ادخل الفراغ بالايميل. طبعا حتى لو يدخل الفراغ لن يقبل الفراغات. لانه بكل بساطة نحن قمنا بفاليديد او بالتالي اه سيلتق لن يلتقط الفراغ وسيعطي ان البريد اكتروني غير صالح. الان سناخد وسناخد منها الايميل. اه طبعا ساقوم بتكرار هذه هكذا. ايضا بالنسبة لليوزر نيم اه سنقوم بمسح الفراغات منها. ايضا بالنسبة للباسورد. سنلغي الفراغات الجانبية. ربما تقول انا لا اريد بالنسبة للباسورد على على فكرة انه بناء على فكرة انني ساقبل بالباسورد. انت حر بالنهاية. انت تقرر. انت المطوء انت سيد هذا البرنامج. انت تقرر ولا اقرر انا اعطيك افكار فقط اه بهذا الموضوع وانت تقرر بالنهاية. سنقوم بفاليديد اجين. كما قلت باليديد هذه السانيتايز فاليو. فذن باليديد سانيتايز ديتا. وستكون كالتالي. مرة اخرى ساسأل از باليديد. هل هي صحيحة? والايرور هنا ايضا ساسميها ماي ايروز كون هناك ايرور استخدمة سابقة. سنستخدم لسانيتايز ديتا. واذا كان الموضوع اه ويمكن ان نسأل مجددا. لا اعرف اذا كان هذا سليم. لكن يمكن ان نسأل مجددا. نقول اذا كان فالد فاجعل فالد ترو. غير ذلك اه اجعل فالد اه فولس. وايضا اه نريد ان نضيف حتى تظهر المستخدم ويراها ويصحح اخطائه. اه لكن هنا لن نرسل المستخدم الا اذا كانت سنستخدم هذه الموجودة اه هنا. اعتقد انتهينا الان يمكننا التجريب على هذا الموضوع. فمثلا اه سادخل انا ايميل صحيح نوعا ما. فذن تست تود كوم. اه ليست مشكلتي بالايميل. مشكلتي الان باسم المستخدم. نريد له. فاذا قمت انا بسبيس وثم مثلا اي جي مثلا هكذا. وهنا بالباسفورد مثلا ادخلت اه واحد 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 وانشاء حساب. فما ما الشيء الذي سيحدث الان? الان الاسمت اه لم يلتقط هذا الخطأ. لكن اه سيلتقط الخطأ. انشاء حساب. فهذا لم يرسل للباك اند. مرة اخرى نذهب باك اند. هل يوجد تست ثري هنا? لا يوجد تست ثري. لم يرسل اي شيء للباك اند. والتقط هذا الشيء. قال لك يجب ان يكون ثلاثة محارف. فبالتالي انا لو قمت مثلا بسبيس سبيس. الكثير من السبيس هنا. وثم كتبت واي 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 مثلا. وانشاء حساب. الان فعليا تم انشاء الحساب. ولكن اذهبت الى اليوزر هنا. و مرة اخرى. فاذا اين هو? اه عفوا ها هو. واي. ها هو واي. هل واي معه سبيس? نعم معه سبيس. فاذا لماذا اه تم ارسال هذا? لان بكل بساطة. اه هنا عندما ارسلنا الرسائل هنا. ارسلنا الديتا للباك اند. ارسلنا الريجستر الديتا. ولم نرسل ساني تايز دا. فعلينا ان نرسل هنا ساني تايز دا. واذا مجددا سنجرب بساقوم بمسح هذا. وهذا. ونعيد الانشاء الحساب. واذا مرة اخرى هنا سارسل تستثري. ادتست دوت كوم. اسم المستخدم سبيسيز واي 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 واي. وهنا سندخل الكلمة مرور صحيحة. يعني ثمانية. الان هنا باليوزر لاحظوا ها هو يوزر واي. هل هو مع سبيسيز بدون سبيسيز. فانا قمت بالساني تايز للباليوز اه قبل ان ارسلها للباك اند. فقمت انا بالترم. ايضا يمكن ان اقوم بي اه يعني ساني تايز اخر. يعني انا لن اقوم به الان. لكن اعطيك انا افكار. هنا انا قم بالساني تايز الكاركتر الضارة. وقبل ان ارسل للباك اند. انا بكل بساطة اقوم بماذا? بساني تايز الفاليو وارسل الفاليوز النظيفة. فما رأيكم? هل يكون شيء واضح? هل استفدتم من هذا الدرس? اخبروني بالمنشور. بمنشورنا الموجود هنا في القناة. اذهبوا الى هناك واكتبوا تعليق وانشروا. اه افكاركم واراءكم هناك. لاننا اه يعني نحن فريق واحد بالنهاية. انا اشرح المعلومات. انت تسأل وتفيد المعلومة برأيك وبسؤالك. وان شاء الله سارد على كل التعليقات على هذا المنشور. على هذا المنشور اه حصرا. اذهب لهذا المنشور واخبرني اذا كان هذا الفيديو السهل. هل فهمت معنى هل فهمت معنى وسنستمر لاحقا بسانيتايز للإد ريسيبي فور. او بليه فاردي ديت له وعفونا فاذا نلطقي لاحقا.